بسم الله الرحمن الرحيم بالدرس السابق كنا نتكلم عن البرنامج اللي قدامنا هذا وقلنا انه ذكرنا انه كان الغرض من البرنامج انه نطبع جدول ضرب الخمسة او اول شي شفنا برنامج كيف نطبع جدول ضرب خمسة فكان عندنا خمسة في خمسة خمسة في ستة خمسة في سبعة وهكذا بعد كده قلت لك لو بغينا نغير برنامج بحيث يطبع جدول ضرب ستة فقلنا ان نروح لكل رقم من الارقام اللي هنا ونغيره من خمسة الى ستة فيكون بدل هنا ما وخمسة في خمسة يكون ستة في خمسة وهنا ستة في ستة ستة في سبعة وهكذا بعد كده قلت تكتب لو غير لو بغينا نطبع سبعة ف لحظنا انه كل مرة لازم نروح نغير كل الارقام رقم رقم نمشي على الارقام هنا رقم رقم ونغير للرقم المطلوب فجينا وفكرنا بطريقة افضل وقلنا راح نستخدم ادات من ادوات الجافة اللي هي سميناها الـ variable او المتغير وقلنا ان راح نستخدم اه اش اسمه المتغير بدلا من اننا حتى نسهل علينا تغيير الارقام زي ما شفنا هنا قلنا اول شي راح نعرف متغير هنا زي ما اسمه المتغير نم راح نعرف variable اسم الـ variable نم نوع انتجر او عدد صحيح بدون فواصل يخزن اعداد صحيحة بدون فواصل نوع البيانات اللي تخزن فيه نوع القيم اللي تخزن فيه وخزننا فيه او اسندنا او القيمة ستة ثم بعد كذا في كل عبارة من العبارات هذه نجي نقرأ القيمة نم قيمة نم اللي هي ستة نضربها في خمسة ثم نطبع القيمة خلنا نحاول نسوي عملية تتبع للبرنامج او tracing للبرنامج نسميها حنا نسميها tracing مضبوط اللي هي تتبع للبرنامج مضبوط خلنا نسوي عملية تتبع للبرنامج عشان نفهم البرنامج هذا بشكل جيد طبعا لما نجي نتتبع البرنامج دائما نحرص على انه يكون عندنا كذا نحط كذا مربع كذا هذا فيه الذاكرة حتى نتبع التغييرات اللي تصير اذا كان عندنا في البرنامج variables نحتاج نرسم مربع يمثل لنا ذاكرة الكمبيوتر وكيف راح البرنامج من خلال variables هذه ومن خلال المتغيرات راح يستخدم الكمبيوتر يخزن البيانات في الذاكرة هذه ثم بعد كذا يسترجع البيانات منها خليشوف نتبع اول شي الخطوة اللي عندنا هنا الاول شي هنا قلنا اول شي راح نحجز مكان في الذاكرة اسم المكان num ونوعه int فاذن ترجمنا الشي هذا عندنا هنا راح يكون عندنا مكان في الذاكرة هذا مكان في الذاكرة المكان هذا اسمه num مضبوط ونوع المكان هذا int بمعنى انه القيم او الvalues او الديتا البيانات اللي تتخزن في المكان هذا راح تكون من نوع اعداد صحيحة زين طبعا النوع المثلو بحجم المكان هذا بعد كذا سوينا العملية هذه الجزء هذا هنا بعد كذا جينا الآن نقول راح نخزن القيمة 6 في نم هذا بالضبط كذا كيف ينفذ الكمبيوتر نحن نشوف كيف ينفذ الكمبيوتر البرنامج فحجز المكان هذا المرحل المرحل الثانية راح يخزن الستة في المكان هذا اللي اسمه نم فإذا نيجي هنا ونضع الرقم ستة هنا زين طيب خلصنا الآن من السطر هذا السطر هذا خلصنا منه بعد كذا ننتقل للسطر اللي بعده أو الكمبيوتر لما ينفذ ينتقل للسطر هذا سطر هذي يقولك أطبع نم في خمسة فوش سوى الكمبيوتر يجي هنا يقولك نم أوكي هذا نم هذا variable مضبوط وين الvariable هذا والله هذا الvariable الموجود في الذاكرة طيب أنا لما أجي بأطبع نم في خمسة أبضرب القيمة الموجودة في الvariable في خمسة فأول شي يجيب لي القيمة الموجودة هنا القيمة الموجودة هنا هي ستة فيجي الكمبيوتر يأخذ لي الستة هذه مضبوط نأخذ الستة هذه ونطلعها إلى المعالج زين فنشيلها من الذاكرة نروح نوديها لأمكان كذا صغير اللي هو المعالج تمام فإذن هنا عندنا هذه الرام الذاكرة الرام وهذا البروستسر وهو المعالج زين فإذن يجي يأخذ الستة هذه ومعها الخمسة ويضربهم في بعض يسوي عمل يتضرب طبعا ما يحتاج تعرف تفاصيل كيف يحدث بالمعالج لكن هذا بالضبط اللي يسوي الكمبيوتر إذن الكمبيوتر هنا خزن القيمة ستة مضبوط هنا في السطر الأول خزن القيمة ستة في الـ variable num بعد ما عرف الـ variable num وحجز له مكان في الذاكرة في السطر اللي بعده هنا أخذ أو قرأ القيمة ستة هنا نقوم write كتب القيمة هنا نقوم read قرأ القيمة ثم بعد كذا سوى العملية الضرب وطلع الناتج ثلاثين اللي ستة في خمسة بثلاثين ثم قام وطبع لنا ثلاثين فلو حطينا هنا مكان للـ output هذا مكان للـ output زين زين في الإكليبس فنقول أول شي راح يطبع لنا الكمبيوتر راح يطبع لنا هنا ثلاثين بعد كذا ينتقل لسطر هذا فييجي مرة ثانية يسوي عملية read الجديدة يقرأ يجيب يقرأ قيمة الشي اسمه فالـ variable مرة ثانية في الـ variable هذا num ستة هذا ستة مضبوط طبعا تكون القيمة السابقة راح تخلاص معالج يكون خلاص كل ما ينفذ الـ instruction يفرمت كل شي موجود معالج فنفذ الـ instruction راح تخلص منها نفذ التعليمة دي الآن يجي نفذ التعليمة هذه زين فجاب القيمة ستة فهذه ستة في ستة مضبوط فقالك ستة ستة بستة ثلاثين فبعدين التعليمة تقول لك اطبع الناتج هذا فجاء اطبع لنا هنا ستة وثلاثين طبعا انتهى البرنامج انتهى المعالج من تنفيذ العملية هذه زين وانتقل للسطر اللي بعده وهكذا هذا بكل بساطة كيف يتنفذ البرنامج اذا هنا لاحظنا انا طبعا جبت لك المثال هذا عشان كمقدمة حتى تفهم وش الvariable هنا الvariable مهمة الvariable الرئيسية هي تخزين البيانات تخزين البيانات بناء تنفيذ البرنامج هذه المهمة الرئيسية الvariable الvariable دائما له اسم زين زين ما شفنا نم دائما له نوع بيانات في نوع البيانات اللي يخزن في الvariable هل هو نص هل هو عدد هل هو عدد بفاصلة الى الى آخره و الvariable دائما يكون موجود في محجز في الميموري في ذاكرة الميموري او في الرام وشفنا طبعا كيف اننا استفدنا من كيف اننا استفدنا من الvariable في حالة المشكلة اللي عندنا اختصرنا البرنامج بدلا لما اننا كل مرة نروح نغير لو جينا نغير البرنامج روح نغير الارقام اللي هنا اكتفينا بننعرف variable ونحط فيه الرقم اللي نبغاه وخلاص متى ما بغينا لو بغينا الرقم سبعة روح فقط نغير الرقم هذا فيطبع لنا جدول ضرب سبعة سبعة في خمس سبعة سبعة برنامج برنامج غريب شوي لكن هو الفكرة منه فقط حتى تفهم الvariable وش معنى الvariable يخزلك قيمة راح نشوف ان شاء الله في درس قادم مثال افضل وعملي اكثر على الvariables نفهم من خلال الvariables بشكل اكبر الشيء الوحيد المهم هنا يمكنني انا ما قلت له ما قلت له يعني سابقا هو انه العملية هنا هذه نسميها عملية اسناد اسناد او بالانجليزية نسميها assignment 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 او عملية اسناد طبعا لما نجي نقرأ نقول num gets 6 يعني num ياخذ القيمة 6 مضبوط لكن العملية هذه نسميها عملية اسناد او assignment والجملة هذه كل الجملة هذه نسميها assignment statement اذا اول مرة نشوف جملة جديدة غير جملة الطباعة هذه جملة الطباعة مضبوط هذه جملة طباعة في الجافة جملة عشان نطبع فيها وهذه جملة assignment او جملة اسناد نسند فيها قيمة الى متغير ترجمة نانسي قنقر